أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعتني دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي ومدي ما ساكنك مرحبا 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 بكم في عدد جديد من حسدكم أولادنا تحت جناحنا أولادنا تحت جناحنا على الجمعنا هكذا لأن تربية النشأ مسؤولية للجميع واليوم نرى هنا بش نعطوكم بعض النصائح وبعض التوجيهات في إطار التعامل مع حالات معينة لذلك الناس نرى هنا لكي نتكلمون على سيجيء مهم هذا السيجيء يهم جاء الأطفال في كامل أطوار النمو تحهم ولكن نحصله بزاف في المدرسة في سنة مدرس وهو العدوانية كيف يكون الطفل يكون أغريسيف وكيف يشعروا وكيف نقدرون شخصه هذه العدوانية يعني نجيبوا حلول التي تساعدكم أنتما كيف تتعملوا مع هذه الحالة إذن في إطار هذه التساؤلات هذه نستهدف معي اليوم السيد لابري نوردين مختص في علم التربية مرحبا بك شرفتنا 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 مرحبا بك شرفتنا كذلك اليوم معنا الأستاذة محرس خان عبلة مختص في علم نفس التربوي مرحبا بك خذلي أستاذة شرفتنا شرفتنا مرحبا بك مرحبا بك والآن نستقبل أب وجد أنا بنسبلي أب أكتر من جد هو السيد رزاقي رشيد مرحبا بك مرحبا بك سي رشيد شرفتنا 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 خذل 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 مرحبا 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 وفي كل مرة نستهدفوا طفل طفل يجي دين الواجبات المدرسية نتعوا تاني باش انتوما يا أطفال تروحوا دينوا الواجبات المدرسية بتاعكم إذا معنا يوسف تفضل يوسف تفضل هاي يا ريدي مشترك يوسف صباح لباس يوسف مشعفي لشفيته عليه كان نجلس معنا في حسة معا عم ويازيد كان يقول الشعر في حسة معا عم ويازيد ونا نحبه بزاف مرحبا بك يوسف يوسف متوفق في الدراسة قولي يوسف كيف الواجبات المدرسية تديرهم مباشرة تدخل للبيت ولا تشرب الحليب ولا تستعفى ولا كيفاش اه انا كل اختار وكيفاش لو كان زع ما يكون عندي واجبات متراكيمة الفرنسية والعربية ونحن بدأ بيهم باش نستعرح ايه ولو كان زع ما يكون عندي واجب ولا زوج نستعرح على ربع ساعة ولا ونحن نديره اه وفنها هيت الأسبوع للجمعة والخميس تقرأ الجمعة والسبت تقرأ ولا ما تقراش ولا وش دير اه الجمعة والسبت نقرأ مختار الجمعة مع صبح ما نقراش ايه ولا مع الوحشي نقرأ يعني انت تكون منتظم في الواجبات تاك ياخي اذا نروح درك هذه الواجبات تاك في المكتب الجميل هذا اللي درناه لك تفضل يوسف تفضل تفضل وانتو متاني يا أطفال هذا هو الوقت تروحوا ديروا في الواجبات المدرسية تاكم مرحبا بكم مرحبا بكم شرفتونا شرفتونا اليوم عندنا موضوع مهم مهم بالنسبة لي يا علش انا كل ما يخص الطفل دايما نعكسوه على حاجة اما على الطفل المتمدرس ولا الطفل ما قبل تمدرس ولا لانو نظن بالطفل المتمدرس وخاصة في الطرول الاول شغول يدخل في محيط جديد يعني نوفالون في غونمان أصدقاء جديد الوالدين ما كانش البارابلبي ما كانش اللي يغطي عليه اللي موفيد خبه تحته وكامل دوك اليوم راح نتكلمو عن العدوانية يعني العدوانية على الأطفال والسادة محرز مختصة في علم النفس التربوي مدبيت الأولياء أرهم يستنون منك باش بارك يشوف وليده عنيف بلك وليده كان ضحية عنف مدبيه يفهم يا هل ترى هل هناك أمل يعني باش نقدروا نستعدهم باش يقدروا يستعدوا ولدهم سواء كانوا هما سبب العنف ولا هما ضحايا عنف مدبيت وضحين هات الصورة كيفاش نشخصوا طفل عنيف والطفل غير العنيف ومن بعد اللي حقول النصائح اللي نقدروا نمدهم الأولياء السلام عليكم ورحمة الله مجددا في رحاب هذا الحصة التربوية التفاعلية اللي تجيب الفائدة إن شاء الله لكل الأولياء ولكل المتتبعيها دائما نتكلم اليوم على العدوانية عند الأطفال كنتكلموا على هذه العدوانية مع انتهار سنتكلموا على النمو النمو النفسي والنمو النفسي الاجتماعي عند الطفل وعلش؟ لأن العدوانية كما سبق في حلقات أخرى وتكلمنا هي تقنية أو ميكانيزم هي سلاح زودنا بها ربي سبحانه وتعالى من أجل أن نقدروا نعيشوا نتكيفوا مع المحيط اللي نرانا فيه لأنه إذا الأمر يتطلب أن نتفاعلوا بطريقة معينة مع المحيط نتفاعلوا بها وهي من نسميها العدوانية هي رد فعل طبيعي جدا حتى أن هذا الرد فعل أو اللي هو الإنفعال نسموه فالسلوك الإنساني هو فيه عدة مستويات فيه مستوى غريزي اللي نتشاركوا فيه مع الكائنات الحية الأخرى كلها يعني ندفع عن نفسي نرتاح نأكل نتكاثر كلنا وكذلك كين مستوى اللي أعلم أنه هو المستوى الإنفعالي لهو فيه العدوانية فيه الخوف فيه الغضب فيه الضحك لهو يخص الإنسان فقط عن سواه من الكائنات الأخرى لكن الفرح فأحنا مثلا عادة كل أولاد الصغار يعرفوا القطل رهو فرحان والقطل رهو زعفان وغضبان كين الفرق ما بينتهم وكين كذلك المستوى اللي أعلى لهو راجع إلى التعقيد العصبي لخص به ربي سبحانه وتعالى الإنسان اللي هو عنده الكورتكس أو القشرة الدماغية اللي فيها الوظائف العقلية العليا اللي ما كانش عند الحيوانات وهنا نتكلمه على مستوى العقلي والمستوى العقلي فيه حتى الجانب النفسي إذن هذه الأناليز مونتال التحليلات العقلية القرارات أخذ القرار العقلي في الأخير هنا اللي نتكلمه يخص به ربي الإنسان دون سواه إذن العدوان أو العدوانية هي انفعال انفعال مجهز به الإنسان هذا يعني شيء طبيعي إذن العدوانية كيفاش تبدأ تظهر؟ في البداية يعني هنا رح نرجع إلى دراستين كان الفرق ما بيناتهم أربعين سانة لكنهم صبوا في كلهم في نتائج في نفس النتائج النتائج نفسها كاين واحد الأخي الصائي اختص في العلم النفس الطفل اللي هو داوز كيكز اللي هو من إيطاليا في أوروبا يعني عمل عدة وتنشرت له الأعمال تعه في باريس هذاك الوقت في 1939 يعني مربعة وثلاثين 1934 حتى 1939 عمل على راقب شجار أطفال الحضانة كيفاش الأولاد تعلق تعلق قبل المدرسة يعني قبل المدرسة هنا وعليش قلت لك لازم نتكلموا على النمو النفسي والنمو الإنفعالي عند الطفل لأن العدوانية مدم أنها هي واحدة من الإنفعالات الإنسانية رح تتطور مع العمر فبالتالي رح تظهر منذ المهد من عامين للتحت من الولادة حتى العامين رح تظهر بصيفة ومن ثلاث سنين إلى لاشتوسيال احنا من ثلاثة إلى خمس سنين نسموها العمر الاجتماعي وعليش العمر الاجتماعي؟ لأن في هذه الفترة الطفل يكون تمكن من الوسيلة الأساسية الاجتماعية اللي هي اللغة الطفل تحت ثلاث سنين يكون على الأقل يقدر يهدر فبالتالي يقدر يتواصل مع الآخر يقدر يعبر على احتياجاته ويفهم مشاره ويقوله الآخر إذن كي ينتفاعل كي ينتأثير وتأثر متبادل كما التفاعل الدائم اللي رح نشوفه مع الولاد التعلي إذن هذا التفاعل وهذا التواصل رح يؤدي إلى أن وظائف نفسية اجتماعية تتطور وتظهر بفضل اللغة اللي هي قلنا الوسيلة الأساسية المكتسب الكبير لدخل به هو للمجتمع إذن على رأس هذه العمليات أو الوظائف النفسية الاجتماعية كيفاش أتعاطى مع الآخر كيفاش يكون رد فعلي مناسب لما استقبلته من تأثير إذن نعود نرجع إلى الدراستين المشهورتين كثيرا نحن ناخدوهم في العلم النفس الطفل كي أن الدراسة الأخرى اللي عملها هارتوب اللي هو أخصائي نفساني أو باحث نفساني أنا أنا من حبش كلمة عالم لأنه ما كاش هذه كلمة عالم عالم بالشيء كله العالم هو ربي كلنا أخصائيين أو باحثين مشتهدين نبحثوا في مجالات مشتهدين نبحثوا في مجالات معينة في ميادين معينة إذن الباحث هذا كان في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1974 ودرس فئتين عمريتين درست الأطفال من 4 سنين 5 سنين ودرست الأطفال 7 سنين 8 سنين إلى غاية 9 سنين درست عندهم العدوانية مش هم النتائج اللي خرجت لهم هتين الدرستين رغم أنه كاين 40 سنة ديكاغ يعني تعالى الفارق الزمني مبيناتهم القاوا أنه كاين نوعين من العدوانية عند الإنسان الإنسان في بداية عمره قبل سنتين أو ثلاث سنوات يستعمل العدوانية وسيلية كوسيلة وسيلة للتعبير عن حاجاته الطفل هذا اللي يكون في المهد يكون بيبي في الفراشتاعه رح يبدأ يصرخ رح يبدأ يعيط وعلاش كاين عنده احتياجات خاصة بلك عنده ألم بلك لكوشتاعه مراحي شنقية بلك رهوم وسخ بلك عنده جاع وكذلك كاين الجوع الفيزيولوجي وكاين الجوع العاطفي الطفل تاني الصغير يحب يجو يرفدون ماشي يحب غير أسكو يكون عنده ألم طبعا لازم الفوتخيتي هاد لدولغ لازم نشوفه ها يفو إليميني الطفل كي يبدأ يبكي لازم أن أستبعد أستبعد أولا أستبعد أنه شبعان كذلك نعود نشوف نظافة تاعه نشوف إذا عنده تسلخات ولا رأوا مهرية كما نقوله رأوا يوجع فيه هديك تهرية كذلك نشوفه الألم بلك عنده مشكل في ودنه رهيتوجع وتسطر الداخل بلك عنده في حلقه وهنا هذه تدخل في الروتين أو المربية أو الأم تقول لي تعرف الروتين تعطي في الاتحا إذن العدوانية مع الأول كما قلنا يستعملها فقط من أجل أنه يتحصل على حاجاته إذن هي وسيلة هي وسيلة لكن كيد يدخل في لاش سوسيال اللي هو من 53 تبدأ تتطور شوية هاد العدوانية ترجع بما يسمى العدوانية الكرهية يبدأ يستعملها أو يسلطها عبر أشخاص كيشوف حاجة ما تعجبوش ولا رد فعل ما حبوش هو ولا يقدر يتصرف بسلوك عدواني إذن العدوانية عادة نستخدموها من أجل الوصول إلى أهداف معينة وكأنها وسيلة ونقدر كذلك نستخدموها من أجل أن نعبر عن رفضنا عن ما راناش قابلين بعض الأشياء وهي وسيلة تعبيرية هنا ترجع تعبير إذن وعلاش أنا راني نتدرج في هذا يعني التطور تاستخدام العدوانية لأننا عندما رح نكون وراشيدين وكبر حنعودوا نستعملهم في زوج لكن عندما تستعمل العدوانية تكلمنا عليها مع نظرية روزنزبيكت تكلمنا على العدوانية الموجهة نحو الذات كأقصى حد الانتحار موجهة نحو الآخرين كأقصى حد قتل الإنسان الآخر مثلا كاين دي زيكستر أو التطرف هنا وعلاش نشوفوا التطرف باش نقدروا إحنا كأخصائيين نعالجوا الحالة نشوفوها في أقصى في أقصى أشكالها أو أوجهها نشوفوها مثلا عند المنحارفين أو المجرمين والسجون والأشخاص المقابيعين في سجوننا كنا نسمعوا العدوانية نفكر نخموا توجور للمدرسة يعني دائما وأعبالك بالمرات الناس يسون أنكي يعني كينقلق على أولادهم في المدرسة علش لأنهم بخرجوا من الوظمان فاميليال يعني يقول لك الطفل أو صغير ربع سنين تتسنين روهنا روهنا روه قدامي مالغير يقول لك راني عاسو يعني سيء بسيكولوجيك يعني حاجة نفسية الوالدين مرتاحين ولكن غير يخرج من الكوكم فاميليال هذا القوقع العائلية يبدأ القلق يبدأ القلق نحضروا مع العائلات من خلالكم من خلالكم 39 سنة في ميدان التعليم والتربية كيفاش انتوما شفتوا هذا القلق من بعد نرجعه للأستاذة باش تكلمنا على القلق في هذاك السن تعتما درسوا كامل منتوما كيفاش تشوفوه في الميدان يعني كيف تشوفوه هل ترى سماني فاس تشوفوه بسهولة هل ترى عندكم طرق كاش تتعاملوا معاه هل ترى عندكم وسائل يعني ما هم كيفاش تشوفوه هذا الأفاد شكرا منا سيزيد فعلا هذه الظاهرة هذه تعيشها المدرسة يوميا يوميا هذه وفعلا المدرسة هي وعية بأن هناك عدد كبير من الأطفال لما يدخلوا إلى المدرسة والمدارس الابتدائية وحتى في المتوسط عندهم هذا هذا السلوك هذا السلوك العنف يعني اسباح عنيف العدواني يعني عدواني ولكن يترجمه بالعنف يعني بالمرة لا تكون مشي الانف نون جسد نون جسد سير رياكشيون سفدر واحد صاحبو يديره ويقولو خلين نعم 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 عارفين بأن عندنا أطفال يجونا كثيري الحركة والنشاط سيدي عندهم نشاط قوية في يا عاجة القهرة هادهم بعد راح نترقوا له وعندنا واحد يعمل معنا هنا عنده ولده يباركتيف الله يبارك في كل مرة قال لي وقتاش الحصات على يباركتيفتي قلت ورأي زي أقريب إن شاء الله إذن إذن هذه الأغريسيفيتي الأغريسيفيتي الليينة يعني ما تكون خطيرة جدا بضب هي التكرار هو التكرار هذه المدرسة تلعب دور كبير وتخفف منها ونجي ما نقول لك تقضي عليها لماذا؟ لأننا نحن في المدرسة نحن جماعة تربوية بضب إحنا الطفل عندما يكون عايز في الدار في البيت مع الأهل تلك يكون عايز واحده أو مع أخوه أو أخته يعني عدد قليل من الأفراد لكن لما يروح للمدرسة إحنا عدنا مجموعة إحنا عدنا 35 إلى 40 تلميذ في القيس بضب وبالتالي المدرسة مجبرة باش تدير نظام لتنظم به الأولاد في سلوكاتهم في طريقة العامة اللي نتاحهم دونك الورغانيزازون هو التنظيم ولازم الطفل نعلموه تسطوب الأولياء نعم يعني وشي العلاقة تعكم أنا نظن على حساب الخطورة تعالوضع باش تتسطوب الأولياء أو لا على مرض لا الأولياء ما نتصلوش بهم في المرحلة هذي اللي نتكلم مع يعني مايش حاجة لا هذي من واجبنا من الأهداف نتاعنا نخلي الطفل نعلم الطفل كيف يعيش مع الآخر كيف يعيش ضمن المجموعة تعايش ضمن المجموعة ولما يتعايش ضمن المجموعة احنا مجبارين باش نحطمو عليه يخضع إلى بعض التعليمات إلى أبسط التعليمات الليندو كوندويت الليندو كوندويت ما تخرج بالقسم إلا إذا كان عطاك أمر يعني يسمح لك المعلم ما تتنقش في القسم من ما كان يعني هذه أمور وبالتالي بالتعود بالوقت التلميذ وش يدير هذا اللي تكون عنده هذا الاغريسيفيتي يعني تبدأ تنقص له هذه الاغريسيفيتي بخضوعه بخضوعه إلى هذه التعليمات بالرأيي النظام النظام يعني بسكو التلميذ كما كنا نهدره مقبلة في السنوات الأولى لتمادرس النظام تجي حاجة جديدة نعم هذه بالك هذه اللي قادرة تولد عنده امورة اغريسيفيتي اللي هذه كما تكنا نقول مايش حاجة خطيرة على كل حال و لكن نكونوا وعيين بها بلسير و تتولد لهذه الاغريسيفيتي تولي شوية مشكلة شوية خطيرة مقوش خطيرة و لكن حادة شوية مايش نقوله خطيرة بلس ندر كل أمر هي حادة تولي حادة هي في الأقسام اللي تجي من بعد الابتدائي بضر لأنه لأغريسيفيتي لأن الطيف عدلة و قتلك ربما هذا يكبر معاه بضر لا تولي حاجة أخرى بضر إذن في الإكمالي و في الثانوي نجي تلاميذ عندهم هذي لأغريسيفيتي يعني السومانيفست أكثر أكثر يعني بين السومانيفست أكثر تولي تبان تولي تبان حتى ميدانيا ميدانيا بيقول ألفاظ خطيرة جدا و حتى أحيانا يشتبك لا مع زملاء و فحسبه إنما حتى مع المسؤولين حتى مع المعلم مع المراقب مع الحارس الحاجب هنا تولي و حتى تؤدي به إلى ردود فعل اللي وين يوصل إلى التخريب التخريب المادي يعني 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 ينتقم ينتقم و يفرغ هذيك 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 الأغريسيفيتي يفرغها في ظروف و ينحطوها يميشوفو و يكسر سجاج أو في المراحل يكسروا كذلك كيوصلنا لهذه النقطة هذيك يتقلي بقبيلة قلت لي ما تكونش خطيرة قلت لك معلش حنا نقوله خطيرة لأنه مهما داركنا الوضع في أول طريق كل ما كان العلاج أسهل الأستاذ نوردين دائما يتكلم في الصاميم لأنه كان اضطراب اسمه العدوان و التخريب اللي رانا عاملينه ضمن الاضطرابات السلوكية على فكرة الاضطرابات النفسية للأطفال و كان هناك الرسم البياني رح يظهر على الشاشة ليبين هذه الاضطرابات النفسية هي خمس اضطرابات بشكل عام هي صعوبة تعلم التأخر الدراسي الاضطرابات الميزاجية اللي فيها القلاق اللي فيها الاكتئاب عفوا الاكتئاب و اللاماني اللي هي مثلا الميزاج يقدر يكون مرتفع يقدر يكون للسيون يقدر يكون منخفض و كين اضطرابات القلق وحدها كذلك و الاضطرابات السلوكية إذن كين أربع أنواع كذلك من الاضطرابات السلوكية بالذات كين اضطرابات الانتباه و الانتباه وحدهم سموه ملف الانتباه لعلى رأسه كثرة النشاط لباركتيفيتين لتعرفوها كلكم كثرة النشاط و قلة التركيز هذا هذا شائع من الاضطرابات شائعة الانتباه كين كذلك الاضطرابات الغذائية منها لانوريكسي لبوليمي لبيكا هذه نتكلموا ليهم في الحالة تكتموك بيها و كين اضطرابات الإخراج وهو تبول لإرادي تبرز لإرادي عدة اضطرابات أخرى تكلموا ليها و كين اضطرابات السلوك المزعج اللي على رأسها هذا العدوان والتخريب العدوان والتخريب فقط مسألة ميدانية يعني معاشة نعيشوها و ما زالوا يعيشوها زملائنا اليوم هو أنه أنا كنت في آخر المسار التاعي كنت مدير إكمالية مرة على مرة جيني شكوا من عند الأساتذة و المساعدين تربويين و المراقب تقولوا لي أنا تلميذ فولاني راوهنا مرة يعني خارج المكتب ولكن راوه درحالة أول أول رطفيل تاعي وشن هو قبل ما نشوفه قبل ما ندخل قبل ما نقول لهم أكيد أن هذا الطفل هذا التلميذ المتسبب فيه هو هي كذلك حالة عدوانية يعني استعملت معه أساليب ما قلتش عنده الحق ولا ما عندهش الحق بضبط لكن نهضر على الظاهرة نتكلم على الظاهرة يعني استعملت يعني فيه تنبيه حاجة نبهت له فطنت فيه أي قاضت فيه أي قاضت فيه هذا السلوك العدواني وفعلا لما درت تحريط تعقل تلقى إما المعلم يسمحوا للمعلمين لأنني أنا من المدافعين عن المعلمين لأنهم كذلك يعانون المعلم تقلق وقلق شهدوا المعلمين بيعين حبوا المعلمين إن عدد كبير منهم يخرجوا مربين ويعلمون وقيم أكيد وقيم ترجمة نانسي قنقر على هذه النقطة يقولك يجب أن يتعامل العنف يولد العنف بالضبط العنف يولد العنف المربي والمعلم يجب أن نرى كما الأسفنج يجب أن يجب أن يتعامل هذا هو المربي الناجح الذي يعرف يتعامل لأنه يتعامل شكرا على كل حال شكرا جبناك اليوم بما أنك أب وجد بدأ بينا تتكلمنا على هذه الأجريسي بيتي هذي أس كو عشتها كنش نهار أس كو عشتها سواء شخصيا سواء شفتها وشو رأيك فيها يعني كولي أمر هكذا كيف تشوفها أس كو حاجة غراف أس كو حاجة اللي نقدرون نتحكموا فيها حاجة ما نقدرش تحكموا فيها فدرسي رشيد الأجريسي فيتي رحيء والتي تشيعة في المجتمع كنشوفوا التلاميذ خارجين من المدارس المظهر الأول هو الأجريسي فيتي بيناتهم هذي هذي أنا نبقى يعني نسأل أولا كي تروح وين تمشي وين تمشي إنه كد الأجريسي فيتي إن فين ببا مرشي دانة رو هالي طاقريسي هذا في التليفزيون كي نشوفوا مثال عدي يعني كي كونوا الناس آآ يعني عندهم عندهم مجتوى عندهم مكانة في المجتمع مثال ويديروا وين طابل روند وتشوف الأجريسي فيتي والناس هون يشوفوا يعني وران ورانا لحقين في العائلات لغريسي بيتي ما هاد لغريسي بيتي آآ لحسابك انت آآ علش رانا اليوم هادا سنربو تسموه يعني كيفاش وصلت لهذا الشيء قبل ما تتطفر كمير قولا أدعونا حتى نتطفر كمير قولا قبل ما تتطفر كيمي قولا إنها مهلا. بالتأكيد من الوظيفة من الوظيفة الوظيفة والمجلسة التي تقوم بها ويجب أن يكون يجب أن تكون الإعلام في السينما في الإعلام في صفة عامة يعني نقصه من الإعلام ويقع للعائلات شيء آخر باش الأطفال يشوفوا شيء آخر. يعني نعطيك مثال أنا عيشوا مع في العائلة نتعي مع أولادي 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 ومثال هو يوسف يقول لي أنا ملحق الناس ما يلحقوني نحكم نخرج من المسيد نحكم طريقي ونجي هو الجامي أغريسيف لماذا؟ لأنه يجب أن يكون المحيط يعني في خاطر الحياة تبدأ خطرات 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 يجي من خطرات 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 نبدأ نبدأ خطرات خطرات يعيطه كامل تسيب والدو يعيط شوف يا سيفري من خلال هذا الحصص دائما نوجه نداء نداء الأولياء نقول لهم باللي مثلا الاشتباكات بناتهم مثلا أي شيء اللي بناتهم لازم يكون بعيد على الطفل نقول لك يعني في كل وين يعني نوجهه النظر نصيبه بلي كاين يدل مجتمع لذلك المجتمع لازم كلنا من الفوق يجب أن نفهم نفهم مجتمع 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 يجب أن نقول أين نرى نحن لا يستطيع المسؤولية الجميع حتى يعني سنسيرا سنكرد وليديا في المسيد نخاف بلك بنتي راح المسيد كيف كيف مرته في الزنقار مجتمع رأيت حاجة شفت حاجة قصتني بزاف شفت حاجة أنه بالمرات كان أولياء عنهم لا مبالات مثلا فيديو فيديو كان فيديو موان دو 18 موان دو 16 تسيب الطفل هو يقول لك ما تلعبش به تحت 16 سنة تسيب الطفل في عمره 12 سنة يلعب هدا كله اللي أنا نخاف منه يعني تشوف لا مبالات وبابا ما يمسكو تعليا لا 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 ما يمسكو تعليا ما يمسكو تعليا قبل ما يخلق هذا الطفل كيف شريحين نهيولو حياتو من كل ناحية ومن ناحية البسيكولوجية هي الأهم وينتبه كما الفيلم وكيف يقول لك موان دوزة لا لا ولا موان دو سيزة ولا موان دو سيزة ولا موان دو كاتورة شيء مهم سلطو في جيو فيديو يوجد بكوت فيولنس دوك هدا هذه الفيولنس هذي رايحة هو طفل صغير عشر سنين تسع سنين رايحة بلا ميثيق اللي بفاسوني اللي بفاسوني اللي بيالو فير لعبوانس مي كين مثال في المسيد يعني دوني لسيطيشون سوسو فيداقوجيك إليا اموة جسي بسي بسي بر جسي من خدر كنت موربي واحد الوقت وكبرت في مؤسسة تربوية كان كان يعني لانسانيما كان من لانسانيما نتكلموش عليهم يعني كل احتياراتي لهم يجلبوا عماش لالله كانوا في الستينات موحمد درويش ومنام طهر عرباوي وطهر وصديق هذو يعني عاملقان تعاليم والتربية تعاليم والتربية سي طهر وصديق سي طهر وصديق ربي رحموا الى كان موربي ومجاهد ومتكون الله يرحمه كان يروح يجيب التلاميذ اللي يخرجوهم خرجوهم يروح يجيبهم يرجعهم المؤسسة يكتبهم حتى كانوا لهم مشاكل معالا قادم يقولوا منا من رميش الولاد الشعب للزنقاء وفي هادوك اللي عود يرجحهم فقال نشحوا 80% ريوسي نشحوا لأنهم لديوا إكسبريانس الحمد لله إنها جيدة الحمد لله حمد لله جميل 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 شوف يعني كيفاش الموربيين جميل 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 ويقفون أيضا ويقفون أيضا هدي الأعصاب في المؤسسة هو إدخال الفنون لزار 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 هذو كامل يخليهم يعني التلميذ الطفل الطفل والتلميذ باش يعني الطاقة اللي عنده يفجرها سواء في الرياضة سواء وكذلك يقدر ينصيبوا مواهب خاطر كيكون إنسان وش واغلب اغلب الفنانين اغلب الفنانين مثال لزار أو هدي يعني ساب يعني اكتشفوا المهيب انتحهم في المدرسة خاصة خاصة كي تكون هاد الاستاذة على سرطان فيداغوجي السي كومان رامني الانفان يعني هذا هو نعم نشربها كالنساني ما اتنار تصيب تجور المعلم فنان كاين المعلم عنده رسالة سي رشيد كاين بالمرات تسيب طفل تسيبه يحب مدام مدام يحبهاش شو مفروق منه الاستاذ هذا عنده فيداغوجية اقوى من هذه يعني استاذه من فضلك في عجلة دائما اللي حقولك في النصائح مدابيين وكانت تكملين التشقيص بارك تاع الاطفال اللي فوق عشو سنين وكمل لي بلك اذا على حسب كل ما اسمعناه هذا الكلام الرائع والجميل اللي في المستوى اتكلم الاستاذ الفاضل على على التأهيل الاجتماعي كما اتكلم الاستاذ نوردين على تهذيب الذوق والسمو بالذوق يعني كيفاش نطلعوا به نقولوا باللعدوانية هي كاي صيفة من صيفات الشخصية اذا رشدناها واذا وجهناها في الوجهة الصحيحة راح نتحصلوا على شخصية متوازنة وفعالة ومنتجة في المجتمع في المستقبل اذا كغيرها من من الصيفات الاخرى اذا كيفاش نوجهن وجهه عبر هذه القنوات لتكلموا عليهم المربيين الفاضلين عبر كما قلنا تربية الفنية الرياضة كل هذا ما قيل اذا 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 خليناها كما تشوف القدوة السيئة والاستعمالات الغير صحية راح نتحصلوا على عدوانية مضطاربة وهذه العدوانية المضطاربة تقدر ترجع عنا عنف وتقدر ترجع عنا اكثر من ذلك اضطرابات سلوكية على المستوى السلوك النفسي الاجتماعي وتقدر ترجع انحراف وتقدر ترجع جريمة يرجع يقدر يرجع الانسان مجرم في النهاية اذا يجب ترشيد يجب ترشيد هذه العدوانية اذا هي انتعاملوا معها كأي صيفة من صيفات الشخصية بالقدوة الحسنة بالتهديب بالترشيد وبالتوجيه الله يبارك الله يبارك اذا ان شاء الله ان شاء الله تكونوا تكونوا استفدتوا من هذه الارشادات ومن هذه النصائح هذه اذا تقدروا توصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولدنا تحتجنا احنا بوان كوم ولصفحة الفيسبوك وولدنا تحتجنا احنا ابقوا معنا استنونا في حلقة قادمة ان شاء الله نقدموا لكم فيها نصائح يساعدوكم ويعونوكم باش تتعاملوا مع هاد الحالات هادو باش تربيوا جيل جيل جميل وتربيوا ولادنا لهما تحتجنا احنا من حق الى البروس نتعلم حتى ننجح نبدو مجودة نحن نريد طلب العلم لننفع اهلنا والبلده نحب الجرية في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكذا الاجنا بالمجان حتى ننعم بالسحة من حق الطفولة صحة علم حب حمام لا مقهولة ولا مدلولة فلعب تحيا بسلم أمام نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان